بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أمتنا العربية والإسلامية نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وغض البصل وحفظ اللسان محدثكم أحمد أمين الياسين إمام خطيب جامع السيدة حفصة أو التآخي في مدينة إعزاز المحروسة درسنا لهذا اليوم هو النية نية الصيام في رمضان كما تعلمون أيها الأحبة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما هو حكم النية أو نية الصيام في شهر رمضان نية الصيام أيها الإخوة هي شرط لصحة صيام شهر رمضان المبارك لأن الأعمال بالنيات وهناك نية عامة ونية خاصة في أول ليلة من رمضان ننوي نويت صيام شهر رمضان المبارك من هذه السنة إمانا واحتسابا لوجه الله الكريم ثم نبيّت النية لكل يوم من بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر نبيّت النية نقول نويت صوم غد من شهر رمضان المبارك لهذه السنة إمانا واحتسابا لوجه الله الكريم النية أيها الإخوة محلها القلب ويسن التلفظ باللسان نتلفظ باللسان لنقوي عزيمة القلب أما إذا نسي أن يتلفظ بلسانه ونوى بقلبه فاستيقظ على السحور وأيقظ أهله وهو مهتم للسحور وصلاة التهجد وصلاة الفجر فهذه كلها تعتبر نوايا إن شاء الله ولكن ننوي باللسان لنقوي عزيمة القلب ولنبقى يعني متيقظين لحرمة هذا الشهر وعظمة هذا الشهر وهذه الشعيرة إذن صيام فرض رمضان أو صيام القضاء أو صيام النذور أو الكفارات كله يحتاج إلى تبييت النية من المساء أما صيام النفل المطلق كأن أراد أن يصوم اثنين أو خميس أو يوم عرفة أو العاشر من محرم أو لله تعالى فيجوز له أن ينوي حتى صلاة الظهر يعني معا فترة حتى صلاة الظهر قبل صلاة الظهر يستطيع أن ينوي إذن أيها الأحبة عندنا نيتان نية من أول الشهر يعني احتياطا على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ونية لكل يوم على مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ننوي في كل يوم صيام يوم جديد من شهر الرمضان البارك لأن كل يوم عبادة مستقلة كما هي الصلوات صلاة الظهر غير صلاة العصر كل صلاة تحتاج إلى نية كذلك صيام أيام شهر رمضان كل يوم يحتاج إلى نية والنية بالقلب وسنة نتلفظ بها باللسان أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأن يفرج عن أهل الشام وأهل الغزة إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة